لم يكن إعلان سلطات الأمن السعودية ضبط كمية قدرت بنحو 14 مليون قرص من مادة الكابتاجون في ميناء جدة بمجهود سعودي منفرد الخبر الذي انتشر على المواقع الإخبارية كافة أغفل دور الأجهزة الأمنية اللبنانية في تبليغ السلطات الأمنية السعودية عن الشحنة فبحسب معلومات الجديد باخرة تدعى نايا انطلقت من ميناء اللادقية كانت موضع مراقبة الجهات الأمنية اللبنانية وتحديدا فرع المعلومات انطلقت بشهادة شحن مزورة مصدرها دولة اليونان قامت بنقل البضائع التي تحوي ملايين حبوب الكابتاجون إلى سفينة لبنانية والتي توجهت إلى ميناء جدة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أبلغ السلطات الأمنية السعودية بتوجه الباخرة إلى ميناء جدة ومعها كل المعلومات المتوافرة حول نوع الشحنة وكيفية تخزين المواد المخدرة وصور عن المستندات وبوضيصة الشحن المرافقة لها الباخرة وصلت إلى ميناء جدة في أيار الماضي والتأخر عن إعلان ضبطها من قبل السلطات السعودية يكمن بحسب معلومات الجديد في تعمد السلطات السعودية مراقبة وجهة الشحنة والبضائع المخدرة لمعرفة هوية المتاجرين بها على الأراضي المملكة أما السبب في إغفال دور جهاز فرع المعلومات في ضبط الشحنة فمجهول معلوم حتى هذه اللحظة أدن شمس الدين قناة الجديد